اهلا بكم في النشرة الرياضية جدد منتخبنا الوطني لكرة القدم اماله بالتأهل الى المرحلة الثالثة بعد فوزه على اليمن برباعية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الثامنة للتصفيات الاسيوية المزدوجة المؤهلة للنهائية كأس العالم وكأس اسيا ليرفع رصيده الى ثلاث نقاط يصل مساء اليوم فرق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين لدولة الكويت الشقيقة لتمثيل مملكة البحرين بالمشاركة في بطولة غلادييتر فايتينج الدولية والمقرر ان تنطلق يوم غدا الجمعة بفندق السفير حيث يلتقي خلالها المقاتل المحترف الدر الدروف بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة بالمقاتل الامريكي التانير سارسينو في النزال الرئيسي لهذه البطولة رجح مركز شباب سافر في الفوز على مركز شباب صدد بسبعة اهداف مقابل اربعة ضمن منافسات المجموعة الاولى لدور خالد بن حمد للمراكز الشبابية لكرة القدم للصلاة والذي يقام برعاية بنك البحرين الوطني حتى الثامن من اكتوبر المقبل على صالة المكفور له سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة بنهد الرفع وبهذا الفوز كسب مركز شباب سافر اول ثلاث نقاط بعد ان خسر في الجولة الاولى من مركز شباب مدينة عيسى في المقابل عوض مركز شباب جدحفص خسارته الاولى امام مركز شباب صدد بفوز مستحاق على مركز شباب البحير بتسعة اهداف مقابل خمسة سجل لجدحفص كل من من حسين عبدالله اربعة اهداف ومحمد سلمان ثلاثة اهداف بينما سجل محمد عبدالكريم هدفين فيما سجل للبحير محمد سلمان ومحمد عشور بواقع هدفين لكل منهما وهدف لمنذر محمد وبهذا الفوز حصد جدحفص اول ثلاث نقاط في مشواره